باستغراب يروي أبو جعفر ما يصفه بالنصب والاحتيال الذي تعرض له يدعي أن قطعة أرضه التي استلمها عندما كان جنديا في النظام السابق تم التلاعب بملفها ويخفئه على الرغم من امتلاكه كافة الوثائق التي تثبت حقه في أرضه أنا منتقاعد عسكري استلمت قطعة بـ 26-09-2001 وسجلتها أصولي أصولي سجلتها رحت للطابو أردت سجيلها لقيت عليهم الزحام بما أنه أنا عسكري بكركوك اشتدهم فقال لابا كاملها باسم محامي وهو سويت وكان المحامي واتفقت وياه طلب ما عندي خمسين وبعدين وراها خمسين بداك الوقت يعني ورا فترة قال لي ترى شوية بارتك عليها في التشكال قلت شين تشكالي ساد قال المعاملة ضائعة المعاملة ومستمسكاتي والسند يعني قلت ساد تسجلتها قال مسجلة بس راحت وعلى الرغم من مرضه لم يتبقى لأبي جعفر سوى وسائل الإعلام لطرح قضيته واستعادة قطعة أرضه التي تقع في مكان حيوي بالنجف يضيف أنه تعرض للابتزاز لبيعها بثمن قليل وعند رفضه تفاجأ بمحاولة الازتليع عليها وتغيير أولوياتها قال عم تبيعونها لو ما تبيعونها هذا تدري أنت عديل شوية سياسة بنوضة قال عم نبيحها بيشتردونها قال لي عندنا خمسين قال لي خمسين مانطين قال لي عمي خمسين مليون قطعة بشار المطار الله يرضى عبادة أنتوا شنو من بشر هذا حد شيء هذا حد شيء نصب واحتيال قال لي وعيب هاي السوال أنت سيدو من عرب أخوه غدر بنا أكل القطعة من ذاقبنا اليوم واليوم بايحها سبت بايحها مسجلوا بايحها قال عمي تبيعون أهلا وسلم ما تبيعون الأضابير عندنا وبالإضافة إلى قطعة أرضي أبو جعفر يؤكد قانونيون إن هناك العديد من المتعلقات التي وصفوها بالمشبوهة تلف ملف قطع الأراضي سواء الأهلية أو التابعة للحكومة في النجف والتي تذهب لجهات وأفراد متنفذين في بعض الدوائر الحكومية من النجف محمد رزاق أتغيير